بالعكس نحن في العراق نراهم أصبحوا أقوى من السابق لم يضعفوا الوضع في العراق يعني ليس سهلا لم يكن سهلا حتى في أيام ترامب كنا نجد مثلا بأن الميليشيات التابعة لإيران كانت تقصف بصورة دائمة كما هو الوضع في الوقت الحاضر مواقع أمريكية قصفت مواقع السفارة الأمريكية قصفت مواقع الجنود الأمريكيين في القواعد العراقية قصفت مطار بغداد قصفت إربيل كانت ولا تزال تقوم بنفس الأعمال أنا لا أقول بأنه استطاع ترامب أن يوقف أعمال الميليشيات ولكن كان باستطاعة ترامب أن يحد من نفوذ إيران إلى أبعد مدى ولذلك كان يعتقد بأنه إذا استطاع أن يضع حدا للنفوذ الإيراني فهذا سوف يخفف العبء على العراق وعلى الدول الخليج العربي وعلى بخية الدول ولكن للأسف يعني انتهت مهلة الرئيس آنذاك وأصبح بايدن رئيساً اليوم إذا عاد بايدن إلى التفاهم النووي وإذا رفع قسم من هذه العقوبات على إيران لا أعتقد أن الوضع سوف يتحسن في العراق أو في لبنان أو في سوريا أو في اليمن وقد يزداد شدة لأن إيران سوف تصبح من الناحية المالية مليئة بإمكانها أن تصرف أكثر على إنتاج الصواريخ وعلى مساعدة عملائها في المنطقة ترجمة نانسي قنقر